طبعاً السؤال ده كتير جداً بيسألهولي شمعنا المغرب أو علاش المغرب بالضبط وإيه الشغف اللي خلاك يعني تبقى بتحب المغرب بهذه الطريقة الموضوع بدأ في 2018 كانت جات أول حد من المغرب عمتاً قابلته للأسف كانت معلوماتي قليلة عن المغرب فلما خرقت معاها ودتها المتحف المصري للأسف ما قدتش عارف أشرح لها تاريخ البلدي فقاتني شغفين الشغف الأولاني أنا أدرس عن بلدي وعن تاريخ بلدي والشغف الثاني أن أنا أدرس عن المغرب أكتر بحكم أن معلوماتي كانت قليلة ولما دخلت أدرس عن المغرب عجبني أن المغرب عنده هوية ثقافية إسلامية حلوة جداً عنده معمار إسلامي خاص به هو مر بحجبة إسلامية كبيرة جداً من أول الأدارسة لحد العلويين دابا فبدلت أتعمق أكتر وكل مدرس أكتر عن المغرب والأندلس فأعجب أكتر بالثقافة المغربية شفت أن فيه هوية في اللبس بحالة فوقية اللي أنا نبسها ده عجبتني جدا هوية في كل حاجة في الثقافة المغربية وما زلتوا محتفظين بيها لحد دلوقتي فده عجبني أكتر طب تدر الحب يوم عن يوم بيزيد لحد ما بقى حلم حياتي أن أنا جاكتشف الثقافة اللي أنا قريت عنها بزاف شفت لها فيديوهات بزاف وتعمقت فيها الحمد لله حتى جيت المغرب